مشاهدين الكرام رأيكم تشاهدوا الآن رأي فترة الليلية حركة المرور عادية نشاهدوا حادث مرور على المباشر وهذه صور مبعوتها من قيادة الدرك الوطني هو مشكرين على ذلك شاهدوا الحادث مشاهدين الكرام أنه صاحب السيارة اللي انحرفت به نشوفوا الإعادة صاحب السيارة علاش نحرفت به أولا بدأت تجاوز خطيرة من جهة اليمين ودخل شرط التوقف الاستعجالي منورة خطيرة أدت بفقدان التوازن تلك المركبة البيضاء أدت بها إلى استدامة في هذا الهربين وحادث مرور مع الأسف الشديد هذا نظرا لعدم احترام قواعد السلمة المرورية أستاذ سامير ماذا رأيك في هذا الحادث؟ والله حادث كانوا يقدروا يتفادواه لو كل واحد احترم القانون مشافر ريو اقتعوه مشافر ريو اقتعوه وحترم سرعته حتى نلاحظه أنه كانت سرعة فائقة بالدليل أنه قلب الشاحنة يستضمتها هذه واحدة ثانيا يعني شوف هو أنك مثلا تتجاوز على الرواق اليمين مش مشكلة كي تكون طريق هكا فيها عدة سبل والسبيل على اليمين يمشي خير من اليسار ولكن أنك تقوم بمناورة خطيرة بعد التجاوز وتدخل مباشرة هذا الخطأ اللي قام به السعر على كل حال الذي نذكر أنه صور ينطرف قيادة الدرك الوطني اللي هم مشكورين على كل حال كما قلت فضلت أخ سامير هذا هو سبب الحادث ولكن لماذا أنا درت هذا الحادث مورو لأن نره في الفترة الليلية والفترة الليلية مع الأسف الشديد ما كاش تكوين في الفترة الليلية ما كاش مدرسة على السبب ظني إلى كين مدرسة ما لباليش في الترب الوطني ما كاش واحد يعلم في الليل يعني هل هم ممنوع تعلموا في الليل ولا كيفاش والله مش ممنوع ولكن العشرية سيوداما هنضرش عليها ولكن يعني الظروف اللي مرينا بيها ولكن تعرفها يعني اللي كان التكوين دايما يكون في النهار يعني جل يعني كل صراحة صارحك تقريبا ثمانين في المائة من المتكوينين اللي عندنا من جنس النساء يعني نعم سوى بنات ولا نساء أكبر في اللاج ولا ما تقدرش يعني تقولهم مثلا أروحوا نكونكم في الليل نعم فليهذا الأغلبية الساحقة يفضلون نهار